موسيقى حلقة جديدة من female movie icon تنطلق هلأ عبر هيدا البرنامج يجو مثل معاودناكم هلأحروح انا وياكم برحلة على صناعة الافلام واعرفكن على اسماء وافلام لما عدت بالسينما العربية او الاجنبية فيلم اليوم هلأ عدة افلام هلأفلام هي جزء من السلسلة الاولى من الافلام التجربية القصيرة يلي انتجتها ديزني عن الشخصيات غير النمطية يلي المعاودين عليها بديزني بتحاول من خلالها ان تكون عم بتشارك جميع فئات الاطفال مهما كانت المشاكل يلي عم بيعانوها هي عبارة عن سلسلة من الافلام من الرسوم المتحرك الامريكية يلي هي بعنوان short circuit no limits هيدول الافلام خلينا نروح بلمحة عنهم منبلش ومنذكر انه بدنا نبلش بالموسم الاول مع اول فيلم يلي هو فيلم البرك هيدا الفيلم بيحكي عن طفل اسمه نوة يلي بيكتشف هيدا الطفل الصغير انه البرك برات بيته فيها تنقله لعالم تاني بيحاول اكتشاف هيدول البرك مع اخته سكايلر وبيحاول لخبره عنهم لحتى تبين اخته انه هي منه مهتمة بالموضوع ابدا وكل هما التليفون يلي عم تستعمله بيعصي بنوع من اخفة بيمسك التليفون يلي عم تستعمله اخته سكايلر وبيكبه بهيد البركة حتى يختفي فالتنيناتون بينطب البركة لحتى يكونوا عم يكتشفوا ان العالم التاني مليان بالجبال يلي بتعلوها بركة من الاسماك والحيتان يلي بتحلق بالسماء وبتحاول سكايلر كمانة تكون عم تلطقت صورة على هاتفها للمنظر يلي عم تشوفه لكن السمك بتاكل الهاتف وبتترك الخيان الاخت والخي عم يستمتعوا بوقتهم وشاهدينا عبارة هيدا الفيلم هي انه نكون عم نعرف كيف نستمتع بحياتنا اليومية مع الاشخاص يلي بنحبهم برات مواعي التواصل الاجتماعي فيلم تاني بعنوان exchange student هيدا الفيلم هو بيحكي عن فتاة تنتقل لمدرسة على كوكب تاني مليان بالكائنات الفضائية يلي بتشبه النقطة الزرق فبتخاف منهم بسبب اختلاف الذواء ومظهرون واثناء الاستراحة بيقوم احد الاجناء جانب بيركل الكرة فوق السياج وبتقرر الفتاة انه تروح لحتى تجيب الطابة فبتلاقي هونيك فرشات من النباتات حيث بعضة احدهم فدغري اكيد بتصرخ مما بيخيف النباتات وبتستمر بفعل نفس الموضوع حتى كل مرة تلاقي اشياء مفقودة مخباية بالادغال بتعيد العناصر المفقودة للاجانب اللي بيقبلوها كلهم بمجموعاتهم وبتقوم بدورة هي كمان بيتقبلون وبيجيب البيتزا وبياكلوا كلهم ما بعد وشاهدينا عبرت هيدا الفيلم انه ما نحكم على الاخر بس من المظهر كنا عم نتعرف عليهم اكدر فيلم ثالث يلي اسمه لاكي تروبي هيدا الفيلم يلي بيعقد الشاب ديفن يلي هو رجل بيعقد صفقة مع العصابات ليكون عم بيحصل على شعر مستعر جديد ليكون عم بيخفي رأسه الاصلة حتى يتمكن من انه يشوف حبيبته يلي هي اسمه كيت لحتى يشوفه مع شعر ووقت ما بيكون عنده ما يكفي حتى يقدر يدفع مبلغ الشعر لحتى يكون عم بيحصل عليهم فبتمكن من انه يرمي العصابة من بعد ما تخنق معه من النافذة بالوقت المناسب لحتى تجير فيقته كيت ومع هيدا كله فالعصابة بتقدر انه تاخد الشعر المستعار تبع ديفن بتسرقه عن راسه لحتى اتهينه قدام كيت لكن بالاخر الكشف على انه رفقته كيت هي كمانا صارت صلعاء وبانه اتنيناتهم واصلوا موعدهم متل ما هو لازم العبرة مشاهدينا من هيدا الفيلم انه ما نستحب حالنا لو شو ما كانت مشكلتنا او لو كان عنا اختلاف عن الاخرين فيلم الرابع بعنوان Just Thought هيدا الفيلم يلي بيتقدم تقديم الفيلم بأسلوب شريط فكاهي بالصحف الكوميدية بيحكي عن فتاة بيوقع بحبه الشاب يلي اسمه اولي وبيقابل على الفور بيكتشف فقاعة يلي هي البابل تبع تفكيره هي بتفضحه بتكتشف بتكشف عن حبه السري لقلا بالاقتراب اولي بيحاول اقناعها بالعكس وبيشعر بالتوتر الشديد بالتحدث مع الفتاة يلي بيحبها بيحاول التخلص من هيدا البابل تبع تفكيره لكنه بيقاطع صفه وبيكتش بيكشف عن مشاعره تجاه على رفقته قدام كل الصف فالصف بيتحك عليه وبيتساءل عليه وبيتركه مذلا من بعد مدرسة بتوصل الفتاة مع هيدا البابل بابل تبع تفكيره لا اولي لحتى كمان تكشف له عن اعجابه في هي كمان مشاهدينا العبرة من هيدا الفيلم انه منكن عم نخجل من مشاعرنا لو كنا من الاشخاص يلي بيستحوا يعبره فما نكون عم نخجل من عبير ممكن كمان لبوجنا مثل ما صار بهيدا القصة كمان يكون هو منعجب فينا وانه متبادل الشعور الفيلم الاخير لليوم بعنوان سايكلز هيدا الفيلم يلي بيحكي عن راي وبرت يلي هن شخصين مجوزين وبنتهم عندهم بنت اسمه ريتشل بتظهر المشاهد انه بارت يلي بيكتشف كيف ينتقل لمنزلهم الجديد وريتشل بنتهم كيف كلهم بينبسطوا بيرحبوا فيها بهيدا العائلة لحتى ايموت الباي بالنهاية بنوبة قلبية وبتقتنع ريتشل البالغة بانه لازم عليهم انه يغادروا هيدا البيت بينما بتتذكر الوالدة وبتخبر بنته انه لح اشتق لهيدا البيت مشاهدينا عبرة هيدا الفيلم انه نعرف قيمة الاشياء قبل ما نفقدها مشاهدينا هيدا كانت حلقاتنا لليوم مع عدة فلومة وعدة عبر ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها انا بوعادكن بفلومة اكتر ومع عبر اكتر وبشوفكن بحلقة جديدة مع فيلم جديد وعبر جديد باي باي اشتركوا في القناة